بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي مرحبا بكم هذه حصة نخصصها للحديث عن المنهج التاريخي الذي طلبه عدد من تلاميذ شعبة التعليم الأصيل وبعض طلبة الفصل الرابع في شعبة اللغة العربية كما تابعتم في المحاضرة السابقة المتعلقة بالمنهج الاجتماعي قمنا ببيان المناهج السياقية والنصية ولا بأس أن نشير إلى ذلك من باب التذكير وتثبيت المعلومات فكما تعرفون تنقسم هذه المناهج النقدية الحديثة إلى مناهج سياقية يندرج فيها المنهج الاجتماعي والمنهج الانطباعي والمنهج النفسي والتكاملي والمنهج المقارن ومناهج نصية انظروا إلى يصاري الصورة مناهج نصية وهناك من يسميها نصانية وتندرج فيها المناهج التالية المنهج البنيوي والسيميائي والأسلوب والتكيكي إلى آخر نبدأ بتعريف المنهج التاريخي المنهج التاريخي أحد أهم المناهج السياقية التي تعتمد على سياق خارج النص ويعتمد هذا المنهج على حوادث التاريخ السياسية والاجتماعية لماذا؟ لدراسة الأدب وتفسيره وتعليل ظواهره كما يعتمد هذا المنهج أيضا على التاريخ الأدبي لأمة ما وما يتعلق بالأدب طبعا بعد قليل سنفسر هذا التعريف بالأمثلة التوضحية يتداخل هذا المنهج تداخلا كبيرا مع المنهج الاجتماعي حتى إن كثيرا من النقاد يتحدثون عنهما بوصفهما منهجا واحدا ولعل ذلك راجع إلى انحدار كليهما من أصول نظرية فلسفية واحدة هي المادية الجدلية التي تحدثنا عنها في محاضرة سابقة تتعلق بالمنهج الاجتماعي يمكنكم الرجوع إليها ولكن وجه التمايز بينهما يكمن في احتفاء الأول أي المنهج التاريخي بالإطار التاريخي الشامل الذي يتجاوز تفاصيل الطبقة والصراع الطبقي للأثر الأدبية وصاحبه على السواء فيما يحتفي الثاني أي المنهج الاجتماعي بالظاهرة الأدبية ولكن في صورتها المجتمعية وحسب أحد إرواد المنهج التاريخي في النقد العربي وهو محمد منظور فهذا المنهج يرمي إلى تفسير الظواهر الأدبية انتبهوا والمؤلفات وشخصيات الكتاب فهو يعنى بالفهم والتفهيم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة والنقاد الذين يجنحون إلى هذا النقد يؤمنون بأن كل تفسير من الممكن بعد ذلك أن يخرج منه القارئ بحكم لنفسه هكذا نقول إن المنهج التاريخي منهج يعتمد في فهم العوامل الخارجية التي أدت إلى نشأة الظواهر الأدبية المرتبطة بالمجتمع انطلاقا من قاعدة أساس هي الإنسان بن بيئته أعطيكم مثالا توضيحيا تابعوا معي لفهم رواية البؤساء لميزغاب الرواية الشهيرة لفكتوريغو لا بد من فهم العوامل الخارجية التي أدت إلى إنتاج هذه الظاهرة الأدبية الخالدة التي ترتبط بالمجتمع الفرنسي في فترة تاريخية معينة فقد كان في فرنسا ظلم اجتماعي بين سقوط نابوليون بونابارت في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملكي لويس فليب الأول في 1832 ففيكتوريغو بن بيئته أثرت فيه تلك العوامل الاجتماعية والسياسية في فترة تاريخية معينة ومهمة من تاريخ فرنسا لذلك لا بد من معرفتها والاعتماد عليها في تفسير هذه الظاهرة الأدبية الخالدة وهي البؤساء وهكذا نفهم أن فيكتوريغو بن بيئته ومعرفته ضرورية من وجهة نظر المنهج التاريخي فبالرغم من كونه منتميان إلى الطبقة الأرستقراطية أثرت فيه البيئة العامة التي كانت تعيشها فرنسا من صراع كبير جدا كان أحد طرفيه الطبقة الكادحة والمظلومة التي تعاطف معها لاحظوا أننا عرفنا الكاتبة أيضا وهذا مهم جدا في المنهج التاريخي نقول إن فيكتوريغو عبر عن ثقافة ناتجة عن البيئة والبيئة إنما هي جزء من التاريخ هكذا يمكن اعتبار النقد حسب هذا المنهج تاريخا للأديب وإنتاجاته اعتمادا على بيئته ويرى عدد من الدارسين أن المنهج التاريخي أحد أكثر المناهج اعتمادا في ميدان البحوث الأدبي لأنه في نظرهم أكثر صلاحية لتتبع الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة تطورها ننتقل إلى نشأة هذا المنهج في الغرب مع ذكر أهم أعلامه لا بد أن نشير بداية إلى أهم العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج التاريخي في الغرب فقد اتشرت أفكار تقول إن الأدب تعبير عن الإنسان وعصره كما لوحظ أن الأدب ينمو ويتطور مع الزمن وكانت هناك دعوات إلى تجاوز النقد التأثري الذي كان سائدا ومهيمنا على الدراسات النقدية فكان لابد من البحث عن منهج نقدي يكون مبنيا على أسس علمية فظهر المنهج التاريخي في نهاية القرن تاسع عشر أول رواد المنهج التاريخي الذي سنتحدث عنه هو إيبوليتان يعتبر ما سمي بالنقد العلمي لدى الفيلسوف والناقد والمؤرخ الفرنسي إيبوليتان شكلا مبكرا للمنهج التاريخي وقد استند فيه على ثلاثيته المشهورة العرق والبيئة والعاصر العرق أي الخصائص الوراثية المشتركة بين أفراد الأمة الواحدة المنتمية إلى جنس معين البيئة أو الوسط ويقصد بذلك الفضاء الجغرافي وآثاره الاجتماعية في الإنتاجات الأدبية العاصر ويقصد به مختلف الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية التي تؤثر في النصوص الأدبية ويسعى إيبوليتان إلى اعتبار الإنسان نتاج الوراثة والبيئة متأثرا بالفلسفة الداروينية نسبة إلى داروين صاحب نظرية التطور هنا لا بد أن نشرح باقتضاء هذه النظرية التي لم يسبق أن تحدثت عنها هذه النظرية تنسب إلى تشارلز داروين وهو عالم طبيعي وجيولوجي إنجليزي ولد في بداية القرن التاسع عشر بالضرط سنة ألف وثمانمائة وتسعة اشتهر بنظريته المعروفة التطور أو نظرية النشوء والارتقاء التي تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أصل مشترك نظريته الشهيرة هذه واجهت انتقادا كبيرا خصوصا من قبل رجال الدين في جميع أنحاء العالم فكيف يمكن القبول مثلا أن الإنسان أصله قرد طبعا يمكنكم توسع في هذه النظرية التي أرخط بظلالها على بدايات المنهج التاريخي الذي ندرسه الناقد الثاني الذي سنراه هو فردينو برينو تيار اعتمد أيضا هذا الناقد الفرنسي على نظرية داروين وحاول جاهدا تطبيقها على الأدب معتبرا الأشكال الأدبية كائنات عضوية تطورت كما تطور القرد إلى إنسان طبعا حسب نظرية داروين تطور الأدب أيضا من نوع إلى نوع آخر وقد تحدث عن ذلك في كتابه الشهير تطور الأنواع الأدبية في تاريخ الأدب على غرار الكتاب المشهور لداروين أصل الأنواع فقد ذهبا إلى أن الآداب تنقسم إلى فصائل أدبية مختلفة كالكائنات الحية وأنها تنمو وتتكاثر وتتطور متحولة من البساطة إلى التركيب خلال تعاقب الأزمنة لتصل إلى مرحلة النجج وبعدها تصل إلى مرحلة التلاشي والانقراض تماما كما انقرادت بعض الفصائل الحيوانية ويستشهد برينتيار على تطور الأنواع الأدبية بالخطابة الدينية في القرن السابع عشر فقد تحولت حسب رأيه من الحديث عن سمو الإنسان وحقارته وزوال الحياة إلى الشعل الرومانسي في القرن التسع عشر الذي تناول الموضوعات ذاتها موضوع العاطفة الروحية والشكوى والصراع مع المجتمع والحياة والهروب إلى الطبيعة مع اختلاف بين صياغة الخطابة والشعر إلى جانب رموز النقد العلمي هناك أعلام آخرون أرصوا مبادئ النقد التاريخي في أوروبا نذكر منهم الناقد الفرنسي سانت بوف هذا الناقد الفرنسي ركز على شخصية الأديب تركيزا مطلقا إيمانا منه بأن الأدب ثمرة الكاتب وكما تكون الشجرة يكون ثمرها وأن النص إنما هو تعبير عن مزاج فردي طبعا يعني مزاج الكاتب أي أن شخصية الكاتب تنعكس بشكل من الأشكال على كتابته فمثلا أعطيكم مثالا نجيب محبوض عندما كتب اللصة والكلاب نعكست مواقفه الاجتماعية والسياسية على أحداث الروايتي ونستطيع أن نتبين موقفه السلبية من المرحلة الناصرية أي مرحلة حكم الدباط الأحرار في مصر ورفضه لكل مظاهر الاستغلال والانتهازية لذلك كان سانت بوف يهتم بتقصي حياة الكاتب الشخصية والعائلية وعلاقاته بأصدقائه وأعدائه وظروفه المادية وحالته العقلية والخلقية فكل ذلك بالنسبة إليه وعاء الكاتب لكن الرائد البارز للمنهج التاريخي في أوروبا هو الناقد الأكاديمي الفرنسي جيستاف لونسون الذي ينسب إليه هذا المنهج تحت اسم لانسونية لونسونيزم وتعد محاضرته الشهيرة الروح العلمية ومنهج تاريخ الأدب مفتاح خصائص المنهج التاريخي يقول دراستنا تاريخية ومنهجنا إذن يكون منهج التاريخ فالمنهج اللانسوني يهتم كثيرا بتاريخ نفس الإنسانية والحضارة القومية وهذا يفسر اهتمام لونسون بروائع المؤلفات معتبرا إياها منطلقا أساسا في دراسته التفسيرية للظاهرة الأدبية استمر هذا المنهج اللانسوني في فرنسا عبر مجموعة من الدارسين الفرنسيين منهم أكاديميون إلى أن تمت الإطاحة به من قبل الناقض الفرنسي البنيوي البارز رولون بارت الآن المنهج التاريخي في النقد العربي في النقد العربي تمثل نهايات الربع الأول من القرن العشرين تاريخا لبداية الممارسة النقدية التاريخية على يد نقاد تتلمذ بشكل أو بآخر على نموز المدرسة الفرنسية في مقدمتهم الدكتور أحمد ضيف الذي يعد أول متخرج عربي في مدرسة لونسون الفرنسية فهو أول أستاذ للأدب العربي بعثته الجامعة المصرية للحصول على لسالة الدكتوراه من جامعة باريس ويليه كتاب ونقاد كبار آخرون منهم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين والدكتور زكي مبارك وكذلك أحمد أمين ويعد الناقض الدكتور محمد منذور أول من أرصى معالماً لنسونية في نقدنا العربي حين أصدر كتابه القيم النقد المنهجي عند العرب مذيلاً بترجمته لمقالة لونسون الشهيرة منهج البحث في الأدب سنة 1946 وأعاد طبع هذه الترجمة مرفقة بترجمة أخرى لمقالة مايي منهج البحث في اللغة هكذا أخذ المنهج التاريخي يزدهر منذ ستينيات القرن العشرين في عدد من الجامعات العربية فترسخ في النقد العربي الحديث حتى أصبح أهم منهج في الدراسات النقدية آنذاك بعد أن ظهر جيل آخر رفع لواء هذا المنهجي مثل شوقي ضايف وسهير القلماوي وعمر السوقي وشكري فيصال ومحمد صالح الجابري وعباس الجراري ومحمد الكتاني وصالح خرفي وآخرين الآن أهم الانتقادات التي وجهت إلى المنهجي التاريخي يسجل النقاد على هذا المنهجي ملاحظات منها أنه يهتم بتفسير النص الأدبي تفسيرا تاريخيا اجتماعيا اهتماما كبيرا على حساب الشكل الفني التشكيك في إمكانية جمع كل شيء يتعلق بالأديب الكاتب يمكن الاعتماد عليه في دراسة الظاهرة الأدبية تعميم نظرية داروين في النشوء والارتقاء الخاصة بعلوم الأحياء في البحث الأدبي هو تجاهل لطبيعة الأدب المختلفة اختلافا كبيرا جدا عن تلك العلوم الأدب ليس دائما تسجيلا للواقع الحاضر أو الماضي ولكنه أيضا نظرة إلى مستقبل أفضل يراد تحقيقه المنهج التاريخي كأي منهج آخر وحده قاصر عن الإحاطة بكل جوانب الظاهرة الأدبية التي لا يمثل فيها الكاتب والبيئة إلا جانبين من جوانب أخرى مثل العوامل النفسية والبناء الشكل عزائي عزيزاتي إلى هنا ينتهي درسنا اليوم إلى الحصة المقبلة وشكرا لكم ووفق الله الجميع